الخطاب مختلف الخاونة اللي عاديين في تركيا الخاين اللي اسمه اعتزي والخاين اللي اسمه زوبع والخاين اللي اسمه ناصر والخاونة اللي عاديين في الجزيرة في قطر اللي عادي يتكلمه على مصر ويتكلمه على قوات المسلاحة المصرية ويتكلمه على اردوغان ويعمل مقارنات شفتوا اردوغان عمل ايه وشفتوا اردوغان قال ايه وشفتوا اردوغان طيب اردوغان النهاردة وانا بقولك على الهوى هيبيع الإخوان ومن وراء الإخوان وأردوغان النهاردة بيدور على مصلحته بس ولا يعني الإخوان كل دول لو تسجنوا ولا يعنوا أردوغان على فك والله يعنوا وأردوغان كان أولا يقولك إيه أنا لو كلمت عن مصر وأي تقارب مع مصر إنه الإفراج عن كل الإرهابيين اللي موجودين في السجون ومش عارف يعمل كان ليه حاجات كده حد سأل في أردوغان وإحنا أفراجنا عن حد أفراجنا عن الإخوان أفراجنا عن قيادات الإخوان هنفرج عنه لا أنا بقولك لا كان بيقول كده زمان بيقول كلام اللي هو السرسرة بتاعته وكان طب إحنا عملنا حاجة عملنا شيء ولا هنعمل ولا 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 حاجة ولا نعمل ولا شيء ولا شيء فأردوغان زي بيقول لحضرتك يتخلى عن كل شيء عشان مصالحه لأنه أردوغان نهارده عنده أزمات داخلية رهيبة جدا حس إنه هو زي بيقوله كده إيه الله العالم كله بيطلع غاز وبيطلع بترول وسروات وأنا فين وضحك على الشعب التركي وضحك على الإخوان وبعلوهم بيقول لك إيه بعلوهم اسمه إيه كده ترجمة نانسي قنقر